السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهار ده هنشرح طريقة استلام ارباح في لعبة تمام? يعني عند ان بتوصل هتلاقيه جايب لك علامة تعجب على طيب بعد كده لو ضغطنا على بالشكل ده كده هلاقي بقول لنا هوت وموجود بجانبها مت جوهرة ومعنى مت جوهرة يعني مت جنيه تمام? وبعد كده بقول لنا هوت الغاء القفل. طيب خلونا الاول قبل ما اشرح ازاي نلغي القفل دوت علشان نسحب ارباح في لعبة قرار لاب تمام? في حاجة بطلق اريد اقول لكم عليها عند ما بتوصل لفي اي بي ستة بيبقى متاح لك اللي انت تسحب بعض من الاموال اللي هي المجمدة. طيب هنبدأ نشرح ازاي تسلم ارباحك من الاموال المجمدة. وبعد كده هقول لكم ازاي نلغي القفل في في ستة تمام? اول حاجة هبدأ اعمل رجوع من السهم اللي هو موجود في الاعلى نحت اليمين. بعد كده هرط على علامة الماس الازرق اللي في اعلى الشاشة نحت الشمال. بعد كده لو هنلاحظ هنا هوت جايب لي الماس المجمدة وكاتب لي بجانبها زوبان. وهنلاحظ ان فيه على المستطير اللي هو مكتوب بداخله زوبان دوت موجود فوقه نقطة حمرة او دايرة حمرة تمام? وده معناها ان كده فيه ماس مجمد بقى متاح لك اللي انت تسحبه. طيب هنسحبه ازاي? اول حاجة هنضغط على زوبان. بعد كده لو هنلاحظ بقول لنا هو موجود بجانبها اربعين من الماس الازرق. تمام? طيب كل انا هعمله بعد كده علشان اسحب الاربعين جنيه دولا هنضغط على زوبان. اللي هي بجانب الاربعين من الماس الازرق بالشكل ده كده. بعد كده اللحظ ان هو مكتوب في الاعلى هنا هو تم ازاباته بنجاع. وهنلاحظ ان هو ان هو جايب لي اربعين من الماس الازرق. طيب كل انا هعمله علشان اضيفهم في حسابي. وزي ما احنا قلنا معنى اربعين الماس الاجره دوش على اتبعين جنيه تمام? كلنا هنعملو بعد كده هنضغط على ارى اللي هي موجودة داخل المستطير الاصفر بالشكل ده كده. بعد كده الهتبعين جنيه دولن بيروحهم على حسابك في الماس الاجره. طيب خلونا نشوفهم كده هبدأ اضغط على السعب اللي هو موجود في على الشاشة نحت اليمين. بعد كده لو هلاحز ان انا هو اتبقى معي مية اطبعة تلاتين جنيه. والعلامة الحمضة اللي هي موجودة فوق زوبان كده ايه اختفت. تمام? طيب خلونا بقى نشوف ازاي نرغي القفل بتاع عشان نسحب الاصباح الخاصة اللي هي الميت جنيه. اول حاجة هبدأ اعمل رجوع من السعب اللي هو موجود في الاعلى الى ناحة اليمين. بعد كده هلاحز ان هو ان هو تجيب لعلامة التعجب بجانب تمام? هبدأ لغط كده على ستة. بعد كده هنقبل ان هوت وبجانبها مية جوارة. تمام? طيب. كلنا هنعملو هنضغط على الغاء الكفل. وبعد ما هنضغط على إلغاء الكفل بتظهر لقائمة ديات. بقول لنا هوت تحتاج مجافعات وما فوقها الى الاتصال بأصدقاء في التاليين الفتحها. ويجب فتحها مرة واحدة فقط في المجمل. طيب كلنا هنعملو اول حاجة هتبدأ تضغط على ينسخ. اللي هي موجودة بجانب الفيس بوك. تمام? عشان ننسخ النابط دوت. باول حاجة هنعملها ايه? هنضغط على ينسخ. اللي هي موجودة بتاع الفيس بوك اللي هي في الاعلى الناحة الشمال هتضغط عليها. بعد كده هتبدأ تضغط ضغطة طويلة في مكان البحث دوت. لحد ما يظهر لك كلمة تمام? بيظهر لان هوت مربع مكتوب بداخله لاص. بابدأ اضغط على لاصك بالشكل ده كده. يبقى كده ايه? نسخت الرابط. بعد كده هبدأ اعمل باحث. هضغط على علامة البحث بالشكل ده كده. بعد كده هزهر لك صفحة صاحب اللعبة. تمام? بتبدأ تعمله طلب صداقة الاول. تمام? وبعد ما هتعمله طلب صداقة هتضغط على مرسلة بالشكل ده كده. بعد كده كل انت هتعمل اول حاجة هتبدأ تاخد للصفحة دي او لقطة شاشة. تمام? طيب بعد كده كل انت هتعمله هتروح على صفحة المرسلة بتاع الشخص دوت. وزي ما احنا هل بعد ما انت بتعمله طلب صداقة. تمام? بعد كده كل انت هتعمله وتضغط على علامة الصورة اللي الاسفل لنحت الشمال بالشكل ده كده عشان نبعت له صورة اللي احنا خدناها تمام او عشان نبعت له الصورة اللي احنا خدناها لقطة شاشة بعد كده هتبدأ تختار الصورة اللي انت خطاها لقطة شاشة من على الستدو بتاع الهاتف هتضغط عليها بالشكل ده كده بعد كده هتضغط على ارسال يبقى احنا كده اول حاجة بعتنا بتاع الصفحة دي اياه بعد كده هتيجي على صفحة تاني تمام وهتضغط على ينسخ اللي التانية. تمام? هتضغط على ينسخ اللي هي التانية. بالشكل ده كده. بعد كده برضو هتروح على صفحة المراسلة. وهتيجي على المكان اللي هو بتاع الكتابة. هتبدأ تضغط عليه بالشكل ده كده. بعد كده بتضغط دغطة طاولة. وبعد كده بتشيل صبعك. لحد ما بيزهر لك لاص. تضغط على لاص. يبقى احنا كده ايه? عملنا لاصك للرابط دوت. بعد كده هتضغط على علامة الافسال. طيب وبعد ما بتضغط على الافسال. لو هلاحظ ان احنا نوت. بعتنا. اسكالين شوت للصفحة اللي هي بتاع البي اي بي. بعد كده بعتنا رابط الاكلاني اللي هو بتاع الكود الخاص بك في لعبة قرر لا. بعد كده بعد حوالي ساعة او ساعتين او في خلال اطباع واشتانين ساعة الشخص دوت بيرد عليك. تمام? فانا هعمل اكافل الفيديو. لحد ما يجي لي تسالة من الشخص دوت. عشان ايه? نعرف نستلم اطباح البي اي بي سيد. تمام? فانا هعمل اكافل الفيديو. لحد ما يجي لي رسالة منه وبعد كده هكامل معاكم باقي الشارع. طيب. وبعد كمساعة جيت لي رسالة هيت من صاحب اللعبة. هنتبقى كده نفتح الرسالة. الرسالة جاية لي هنا هيت باللغة الانجليزية. هنتبقى نترجمها عشان نشوف بتقول ايه? طيب وبعد ما ترجمت الرسالة بقول لي انهوت عزيزي مستخدم في اي بي رب تم افتح مزايا في اي بي الخاصة بك بنجاة. يمكنك الان تسجيل الدخول في اي وقت لجراء عمليات الساحب. سنخترك فورا باطلاق احدى السطبيق لدينا لضمان التواصل في الوقت المناسب. طيب بعد كده كل اللي احنا نعمله هنتبقى نروح على لعبة قرر لاب تمام? طيب وبعد ما تفتح لعبة قرر لاب لو هلاحظ ان الفي اي بي ستة عليها علامة تعجب هنا بلون لحمة رهية. كل اللي احنا نعمله هنتبقى نضغط على في اي بي ستة بالشكل ده كده. بعد كده لو هلاحظ ان كان مكتوب لي بجانب الفي اي بي ستة واللي بجانبها كان مكتوب بدل يستلم ديت كان مكتوب الغاء الكيفل تمام? فطبعا كل اللي احنا نعمله بعد كده هنتبقى على يستلم بالشكل ده كده. بقول لنا هو ان انا هستلم متجا وارا. بعد كده هضغط على يسعدني الكبول. بعد كده هنبدأ نعمل رجوع من السام اللي هو موجود في على الشاشة ناحة اليمين. بعد كده هنضغط على علامة الماس الازع اللي يبقى على الشاشة ناحة الشمال. بعد كده هلاحظ ان الميجي نبتوع الفاي بي انضافه معدي هنا هوت في الماس القابلة للسحب. وبقى معاي هنا هوت متين اطبع وتلاتين جنيه. تمام? طيب بعد كده كنت بتعمله علشان تسحب الماس الول قابل للسحب. بتتبقى تحدد المبلغ يا اما متين جنيه. يا اما ستمية. يا اما الف وخمسمية. تمام? وبعد ما بتحدد المبلغ بتتبقى تختار طريقة السحب. يا اما بوضافون كاش او رسالات كاش او رانجة كاش. تمام? بعد كده بتضغط على سحب المال. بعد كده بتجيلك رسالة باداء المبلغ في المحفظة اللي انت سحبت عليها. تمام? واللي الطريقة اللي من خلالها هتسحب ارباحك من ميزة فيا اي بي ستة في لعب تقرر لعب. وبكده نكون وصلنا لليهاتي الفيديو. اصلا عجبك الفيديو اضغط لايك. وبتنسوش الاشتراك في القناة عشان اولا ما اعمل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.